بسم الله الرحمن الرحيم إذا قام إلى الركعة الثالثة وتيقن أنه لم يأتي بالتشهد وشك أنه أتى بالسجود أم لا فما التكليف هل هذا القيام تجاوز عن محل السجود التشهد صار متيقن وشن تكليفه إذا شخص قام للركعة الثالثة وصار عنده يقين أنه ما تشهد ما تكليفه أن يجلس ويتشهد كثيرا ما يحصل خلط بين الشك والقطع الشك شيء والقطع شيء آخر إذا الإنسان وقف للركعة الثالثة أشك أنا تشهد أو لا لا يعتني لأنه قد تجاوز المحل كلامنا أنه تيقن صار عنده يقين أنا ما تشهدت شنو تكليفه المفروض يجلس يجلس ويتشهد اللي حصل الآن هو لما وقف صار عنده يقين ما متشهد وبنفس الوقت شك أصلا أنا سجدت السجدة الثانية مثلا مو إلا سجدت أنا سجدت السجدة الثانية ما سجدت بالنسبة للسجود هو شاك بالنسبة للتشاهد متأيقن زين نقول له أجلس جلس الآن يجلس يريد يتشهد هو متيقن مو متشهد بما أنه متيقن أو شاك أنه سجد السجدة الثانية أو لا ما تجاوز محل السجدة الثانية ما تجاوز متى يتجاوز محل السجدة الثانية إذا دخل في التشهد فهو يدري بعده مو متشهد نعم هذا الآن نقول إن شاء الله كلام جيد هذا الآن نشوف المشكلة اللي عادة تجي للبال أنه صحيح هو لما وقف اتيقن أنه مو متشهد لازم يقعد لكن بالنسبة للسجدة هو مو متيقن شاك والمفروض أنه واقف أليس هذا القيام تجاوزا عن محل السجدة هذه الشبهة إذا هذا التجاوز المفروض يجلس يتشهد ويقوم خلص لأن بالنسبة للسجدة هو متجاوز إذا هذا ما اعتبرناه تجاوزا المفروض يجلس ويسجد ويتشهد ويقوم هالشكل المفروض زين ماذا يفعل يخاف يسجد ويعتبر هذا القيام تجاوز فتصير سجدة زائدة يخاف ما يسجد أو هذا القيام ليس تجاوزا وتفوت سجدة عمدا فدار أمره صار عنده علم إجمالي إذا هذا القيام تجاوز بالنسبة للسجدة لأن التشهد أكيد مجايبة لازم يجلس إذا هذا تجاوز المفروض بعد ما يسجد خلص يعتبر نفسه سجد إذا لم يكن تجاوزا المفروض يسجد صاحب العروة رحمه الله قال خلي يقعد أو يسجد ويكمل صلاته يتشهد ويكمل ويعيد صلاته أو ما يسجد يقعد يتشهد ويعيد صلاته يعيدها يعيدها ليش مولانا لأنه إن ما سجد يمكن فايتة السجدة وهذا مو تجاوز إذا سجد يمكن هذا يعتبر تجاوز فزيت سجدة فخلي يعيد صلاته السيد الخوئي رحمه الله قايل هذا القيام هذا لغو ليش لأنه يدري بعده مو متشهد علم تيقن أنه بعده لم يتشهد القيام المطلوب في الصلاة متى بعد التشهد فهذا القيام باطل هذا مو قيام صحيح لغو كل الأجزاء التي تعتبر فيها تعتبر هذا فيها خطأ لغو تصير لغو أي جزء ما يعتبر نعم فهذا القيام قطعا ومن وقف تيقن أنه مو متشهد فهذا القيام اللي سواه مو القيام اللي هو مطلوب منه شرعا اذا اين التجاوز ما تجاوز تقولون بس هو وقف وقف لو ما وقف ايه وقف ما كل شيء يؤتى به بعد المورد المشكوك يعتبر تجاوز الجزء الذي يترتب يأتي بعد ذاك الجزء المشكوك هذا يعتبر تجاوز مو اي شغلة يسويها يقول انا تجاوز مثلا افرده الان واحد قاعد يتوضى بالاواخر واصل اجا واحد سلم عليه شلونك حج يقول عليكم السلام انت شلونك ثم شك انا مسحت الرجل له ما مسحت يقدر يقول والله انا تجاوز دخلت في فعل اخر شن هو الفعل يقول حشيت ويا الرجال قلت له شلونك مو هذا تجاوز هذا شلونك ما لربط بالصلاة شلونه لونه ازرق لو اخضر ما ايش يكون لونه هذا نعم الوضوء الوضوء شفيه اي عن الوضوء ما لدخل في الوضوء هذا الكلام ما انا احشيت ويا الرجل قلت له كيف حالك والمتعارف ايش لونك ما هو لونك يقول له لوني ازرق اخضر احمر كيفه كله تريد يقول يقول حشيت هذا شي جديد او جايب لفنجان قهوة مسح رأسه واجايريد يمسح رجليه هذا جايب لفنجان قهوة اخذه شربه من شربه قال قال انا انا مسحت رجلي ما مسحت اتجاوزت شلون عمي اتجاوزت يقول مش رابط قهوة سويت شغلة ثانية نقول هذه الشغلة شنو ربطها بمسح الرجل يكون شغلة اللي الها ارتباط بالوضوء مثلي الشغلة الها ارتباط الان هو توضى يريجي صلي توضى ورأسه وقف قال الله اكبر تكبيرة الاحرام لما كبر تكبيرة الاحرام شك انني مسحت رجلي ام لا هذا تجاوز لان الصلاة يمتى يجي محلها بعد الوضوء ايه هذا تجاوز معقول مو انه سوى اي شغلة او مثلا واحد رايح للحمام يريد يغسل جسمه ورح غسل وطلع من طلع هو عليه غسل ايضا عليه جناب اي شي قال انا ما ادري اغتسلت ما اغتسلت رح اعتبر نفسي اغتسلت ليش تعتبر نفسك يقول نشفت جسمي طلعت من الحمام ونشفت جسمي والبس تهدومي هالكثر اشياء سويت هذه الاشياء ما لها ربط بالغسل نشفت البس هذه ما لها ارتباط بالغسل يروح اجل يقضي حاجة يتبول يتغوط وطلع من المرحاض من طلع بره قال انا اطهرت او لا يصير احيانا هالكثر واحد فكرة مشغول اللي يشك انه تشطف لو ما تشطف يسموه تشطف احنا اللهجة العامية ايه يعني اطهر غسل اه مشغول فكرة باله مشغول بامور الدنيا بامور الاخرة عادة امور الدنيا امور الاخرة القدمة تشغله امور الدنيا هذا قال لي هالشكل ذاك اخذ مني كذا ذاك ضربني ذاك سبني الى اخره او ماسك التليفون الايام بعد هاي طلعت شغلة جديدة بالمرحاض وبعد يحتي بعضهم هاي ما يكفي قاعد بالحوش من الصبح للليل يطالع التليفون لا حتى بالمرحاض ما يريد يحتي فيه ويسؤلف ويا صاحبة ويتعار كوية وكذا وقام طلع من المرحاض اجلكم الله قال انا اطهرت اصلا لو ما اطهرت هل يقدر يعتبر نفسه اطهر لا من يقول صاحب العوش فضل ان المسؤلة ان هو علم ان ما ما تشهد اه فما تجاوز السيد سيد الهو اه يعني يقول ان السواق هذه هي يكمل بس فيها يعني فيها في عمل شرعي ووجود ومعلوم مشك عسى ان يغير صاحب العروة يقول هو كان واقف او تأكد انه ما تشهد او شك انه سجد لو ما سجد بالنسبة للسجود هذا القيام تجاوز بالنسبة للسجود للتشهد ويكون يرجع لانه متأكد ما تشهد لكن بالنسبة للسجود ليش من اعتبر تجاوز تجي شبهة نقول لما جلس للتشهد خلص هذا الغاء القيام جلس الان هو شك انه سجد او لا وبما انه بعده مو متشهد يعتبر شكا قبل التجاوز هنا كلمة للسيد الخوئي رحمه الله ما قلتها قال هو متى شك شك من شان واقف مو من جلس شك بالسجود من شان واقف اذا هذا القيام مشينا اعتبرنا قيام زين ما شي حصل الشك بعد التجاوز خليه يقعد واذا قعد الشيء لا ينقلب عما وقع عليه هذه قاعدة الشيء اللي صار بعد ما يتغير ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها اللي راح وصار بعد ما يفيد لا تندم عليه لا تندم على ما فات صار وانتهى لو واحد يشق ثيابه كلها يقول ليش الشكل سويت يقول لعمي لا تشق ثوبك ولا غيره هذا اللي صار صار بعد ترضى لو ما ترضى صار بعد ما راح يتبدل فحينئذن المفروض هو لما شك كان واقف إذا 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 هذا القيام أعطينا حيثية إذا شك بعد التجاوز بالنسبة للسجود مو بالنسبة للتشاهد لأن التشاهد أكيد ممسوي فما راح يتغير الوضع إذا قعد لكن إحنا شلون نحلها بطريقة أخرى نقول هذا القيام ما لحيثية هو مو أي قيام مو أي قيام يسوي شغل القيام اللي بمحلة القيام اللي المفروض يكون بعد الجزء المشكوك هذا يدري أنه ما تشهد يدري ما تشهد صحيح هو شاك في السجود لكن يدري ما تشهد اللي ما متشهد القيام اللي سواء لحيثية لما لحيثية إذن هذا القيام وجوده كالعدم قعد زين قعد الآن يريد يتشهد بعده مو متشهد شاك أنه سجد لو ما سجد هذا شك قبل التجاوز مو متشهد يكون يسجد أو يقعد يتشهد ويقوم يكمل صلاته وما علي شي صلاته صحيحة ليش يعيدها غايتها ممكن نقول عليه سجد تاسه لهذا القيام الزائد مو نقول يعيد صلاته لا داعي لإعادة الصلاة لأن هذا القيام لا أثر له بالنسبة للصلاة قيام لم يقع في محله صار زائدا وهذا مو بس هنا إلى نظائر الآن فرضه واحد قام وقف للركعة الثانية مثلا الركعة الرابعة كذا واتيقن وسوقر الحمد والسورة والقنوت اتيقن أنه ما ساجد سجده يقول مو أنا قمت وسويت نقول له هذا كل ما لا أهمية اجلس اسجد وقوم أعد هذه الأمور لأن هذه الأمور وقعت في غير موقعها إذن فنتيجة المسألة أن هذا القيام لغو يهدم فلما هدم وجلس هو يدري الآن بعده ممتشهد ويشك في أنه سجد السجدة الثانية أم لا صار الشك في السجدة الثانية قبل الدخول في التشهد فيسجد السجدة الثانية ويتشهد ويقوم إلى الركعة الثالثة ويكمل صلاته وصلاته صحيحة وصلى الله على محمد وعليه اشتركوا في القناة